أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات هذه الآيات أيها الإخوة فرجٌ من الله سبحانه وتعالى وزيالة مخرجٍ للأزواج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسَّر عليه إقامة الحد أو إقامة البيِّنة أن يلاعنها كما أمر الله وتسمَّى آياتٌ لعان ومناسبتُها لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر القذف الحاصل بين الناس فيما بينهم في المجتمع المسلم ذكر ما هو أخص من ذلك وهو القذف الحاصل في الأسرة الواحدة بين الزوجين وسببُ نُزولِ هذه الآية كما جاء في الصحيح عن ابن عباس أنه لما نزلت والذير يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة قال سعد بن عبادة وسيد الأنصار هكذا أنزلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله لا تلم فإنه رجلٌ غيور والله ما تزوَّج امرأةً قط إلا بكرا وما طلَّق امرأةً له قط فاجترأ رجلٌ منا أن يتزوَّجها من شدَّة غيرته فقال سعد والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني قد تعجَّبت أني لو وجدت لكاعًا قد تفخَّذها رجل لكاع زوجته لم يكن لي أن أهيِّجه يعني أرفعه ولا أُحرِّك حتى آتِي بأربعة شهداء فوالله لا آتِي بهم حتى يقضي حاجته قال فما لبِثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أميَّة وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم في غزوة تبوك فجاء من أرضه عشاءً فوجد عند أهله رجلًا فرأى بعينه وسمع بأذنيه فلم يهيِّجه حتى أصبح فغدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءً فوجدت عندها رجلًا فرأيت بعينيَّ وسمعت بأذني فكرِه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتدَّ عليه واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتُلين بما قال سعدن العبادة الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أميَّة ويُبطِل شهادته في المسلمين فقال هلال والله إني لأرجُو أن يجعل الله لي منها مخرجًا وقال هلال يا رسول الله وقال هلال يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله أعلم أني لصادق فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربُّد وجهه يعني فأمسكوا عن حتى فرغ من الوحي فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيات فسُرِّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجًا ومخرجًا فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها أي زوجة هلال فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها فقالت كذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما فقيل لهلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كان في الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل لها اشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنهما ثم قال صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن جاءت به صيه بن ريسح حمش الشاقين فهو لهلال أي إن جاءت بالولد وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خذل جساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به فجاءت به أورق جعداً جمالياً خذل جساقين سابغ الإليتين أي أشباهه كأشباه الرجل الذي رميت به بمعنى أنه قد وجب عليها الزنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولى الأيمان أي التي حلفتها عندي لكان لي ولها شأن بمعنى أنه قد رأى عنها العذاب تلك الشهادات مع أنه قد تبين زناها فيما بعد ولهذا الحديث شواهد أوردته بكامل أيها الأخوة لأنه قد ورد في الصحيح أن القصة لعويمر العجلاني أن قصة لعويمر العجلاني والذي جاء قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أكهل العينين سابغ الإليتين فهو لشريك ابن سحماء الشريك ابن سحماء هو الذي وطئ المرأة فهل هي هذه الآية سبب نزولها هلال بن أمية أو سبب نزولها عويمر وأنتم تذكرون أننا قررنا عندما شرحنا مقدمة التفسير صيغ أسباب النزول وتكلمنا عن الصريح وغير الصريح وجدنا أن هذه الأسباب كلها صريحة في أنها سبب نزول هذه الآية سواء كانت لعويمر العجلاني أو لهلال بن أمية رضي الله تعبارك وتعالى عن الجميع ومن هنا فقد افترق العلماء حيال هذه الروايات على طائفتين الطائفة الأولى حملتها على تعدد السبب حملتها على تعدد السبب بحيث أنها وقعت لهلال ثم وقعت لعويمر فنزلت الآيات علاجاً لكل القصتين وأنتم تعلمون أن تعدد السبب لا يصح إلا إذا فقارب الزمان الطائفة الثانية قالت إن الآية لأحدهما لأحد إما لهلال أي لأول عويمر وإن الآية لهلال أو لعويمر والآخر أخذ حكمها بحيث أنه قد نفذ فيه الحكم ولم يكن سبباً للنزول وإنما هي أنه لاعن كما لاعن من كان صاحب سبب النزول الطائفة الثالثة من أهل العلم من رأى أنها قصة واحدة لعويمر العجلاني وأن السبب هي لعويمر وذكر هلال فيها خطأ في الرواية ويستدلون على ذلك بأن أشباه الولد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عويمر وفي قصة هلال متشابها وهذا لعله هو الأقرب والأليق بمجتمع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إذن هذه الآيات هي آيات الملاعنة طريقة الملاعنة نسأل الله العافية والسلامة أن يقول أشهد بالله لا بد أن يقول أشهد لأن الله سماها شهادات أشهد بالله أن زوجتي زنت يكررها أربعا والخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا إذا شهد هذه الشهادات الأربع والخامسة فإن الحد قد وجب عليها ولا بد أن ترجم وحتى ترفع عنها الحد لا بد أن تشهد هي أربع شهادات بالله والخامسة أن غضب الله عليها ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ويدرأ عنها العذاب يعني الحد ومعنى يدرأ أن يرفع وإلا قد وجب عليها الحد بمجرد لعان الزوج والله سبحانه وتعالى قد جعل هذه اللعانات الأربع أو هذه الشهادات الأربع بمقامة الشهود الأربعة بمقامة الشهود الأربعة وهنا وجب عليها الحد فلا يدرأ عنها إن سكتت رجمت وإن شهدت فتشهد أربع شهادات وتقول أشهد بالله أني أنه كاذب في مرماني به والخامسة تقول أن غضب الله علي إن كنت من الكاذبين إن كنت من الكاذبين وإن كانت المرأة حاملاً فللزوج أن ينفي الولد ويقول أشهد بالله أنها زده وأن ما في بطنها ليس مني نسأل الله العزي والسلامة وبالتالي لا إذا شهد لا ينسب له هذا الولد بل ينسب لأمه طيب لماذا أيها الإخوة في شهادات الرجل قال والخامسة أن لعنة الله عليه أما في شهادات المرأة فقال والخامسة أن غضب الله عليها فلماذا خُصَّ الرزوج باللعن بينما خُصَّت المرأة بالغضب قال العلماء خُصَّت المرأة بالغضب إما لأن اللعن جارٍ على ألسنة النساء فلا يعبأن به يلاحظ على كثيرٍ من النساء هداهن الله أن اللعن جارٍ على ألسنتهن وبالتالي إذا لاعنت ليس له هيبة إذا كانت تُكرِّره كثيرًا ليس له هيبة في قلبها وقال ابن كثير بل إنها خُصَّت بالغضب لأن هذا صفة من علم الحقَّة مجحدة لأنها هي تعلم حقيقة أنها زانية أو غيرت زانية فهي الصفة الغضب صفة من علم الحقَّة وجحدة كما أن اليهود يُصَفون بإيش بالمغضوب عليهم لماذا؟ لأنهم علموا الحقَّة وجحدوه فكذلك هذه المرأة هي تعلم حقيقة الأمر فإن لاعنت فإنها بمعنى أنها علمت الحقَّة وجحدت وجحدت وثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن هذا من لُطفه وفضله ورحمته سبحانه وتعالى وأن هذا فرج للأزواج لأنه إن سكت أيها الإخوة الزوج إذا رأى ما يكره في بيته إن سكت احترق جوفه وإن تكلم حُدَّ بالقذف فجعل الله عز وجل له هذا اللعان مخرجاً وفرجاً ولذلك قال بعدها ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي لولا فضل الله عليكم لحرجتم ولشق عليكم كثيرٌ من أموركم وأن الله توابٌ على عباده أي وإن كان بعد الحلف والأيمان المغلَّضة حكيمٌ حكيمٌ فيما يشرعه ويأمر به وينهى عنه ومعنى توابٌ حكيم أن يقبل توبة التائب وحكيمٌ في تشريع هذه الحدود وحكيمٌ في تشريع هذه الحدود هذا أيها الإخوة ما يتعلَّق بآيات اللعان ثم بعد ذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر حادثة الإفك وهي قصة عائشة رضي الله تبارك وتعالها الطاهرة المطهرة الصديقة إن تصديق وهذه القصة أيها الإخوة هي متعلِّقة ببيت النبوة تصوَّروا يا أخواني ونحن نتكلم أنا أقطع أيها الإخوة وأنا أتكلم بكلام بتفسير الآيات السابقة المتعلِّقة بالزنا والقذف والملاعنة النفوس تقشعر النفوس تقشعر لأن هذا ليس بالأمر الهيِّي فما بالكم أيها الإخوة إذا كان هذا الأمر في بيت النبوة في بيت محمدٍ صلى الله عليه وسلم إن هذا لهو قمة الإبتلاء إنك لا تتصوَّر رجلاً ذا جاه ذا منصب أن ينتشر في الناس وعند الناس حديثٌ عن زوجته فما بالكم أيها الأحبة بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ما بالكم أيها الإخوة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يُرمى في أهله ولشك إنها لن تؤثر على نفس النبي صلى الله عليه وسلم بل إنها ستؤثر على دعوته وعلى أتباعه فإن الطيبات في الطيبون هذه الواقعة أيها الإخوة حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعانى النبي صلى الله عليه وسلم منها شهرًا كاملًا ثلاثون يوما وهو لا يعلم حقيقة الأمر وهذا يدل على بشريته ويدل على أن القرآن من الله تبارك وتعالى إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتريه كما يدعي من يدعي لفتراه في أول يوم وطهر بيته وارتاح من هذه القضية والقصة أيها الإخوة بخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره وكان إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فخرجت معه عائشة تقول عائشة وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب أي آيات الحجاب التي في سورة الأحزاب فأنا أحمل في هودج وكانت عائشة رضي الله عنها خفيفة الحمل تقول فقمت حين آذن بالرحيل فذهبت لتقضي حاجتها رضي الله عنها فلما رجعت فقدت قلادة لها فذهبت تبحث عنها وكانت صغيرة خفيفة اللحم فأتى المكلفون بحمل عائشة وهودجها وحملوه ولم يشعروا بخفته لخفة عائشة رضي الله عنها تقول فأتيت فإذا القوم قد رحلوا فجلست مكاني وغلبت عيني فنمت وكان صفوان المعطل السلامي وراء الجيش فلما أصبح وأتى فعرفني حين رآني وقد كان رآني قبل أن يُضرب على الحجاب أن يُضرب علي الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني تقول فخمرت وجهي بجلبابي وهذا يدل يا أخواني أن تغطية الوجه هو المراد بالحجاب تقول عائشة والله شوهي يا أخواني سياق القصة والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعك حين عرفني قال إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لوحدها علم أنه مبتلى إذ لا يحق له أن يتركها وإذا حملها وقدم ماذا سيقول الناس عنه فانطلق يقودها فأتى بها في رابعة النهار تقول عائشة حتى أتينا الجيش بعد ما نزل موغرين في نحر الظهيرة يعني في رابعة النهار في الظهر والذي يفعل الفاحشة يا أخواني هل يأتي في رابعة النهار وإلا يأتي خلصة الليلا حتى لا يجعر به لكن ما بال المنافقين هم الذين يتصيدون فوجدوا في هذه فرصة فرصة للطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبرى عبد الله بن أبي بن سلول فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهراً والناس يتكلمون من فضل الله على عائشة أنها مريضة ولم تخرج حتى تسمع من الناس شهراً كاملاً وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عائشة لكن يأتيها وهو قد سمع هذا القول الثقيل فكان يقول كيف تيكم تقول فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول بس هذه الكلمة فإنه كان هو القائل خيرنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فخرجت مع أم المصطح فأخبرتها بما قال لك فعائشة رضي الله وتعالى عنها علمت فقالت فازددت مرضاً إلى مرضي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل أصحابه فاستشار علي ثم سأل حتى زوجاته سأل يا أخواني ضررتها التي كانت تساميها في المنزلة زينب بن دجحش تقول ما رأيك بعائشة قالت والله أحمي سمعي وبصري ما رأيت الله خيراً يعني كانت فرصة للضرائر أن تدخل فيه فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما أقول الله خيراً والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني والمشركون يتكلمون ويلوكون في مجالسهم تصوروا يا أخواني أن يكون عالم من العلماء بل أن يكون أميراً من الأمراء أو رئيس دولة أن يبلى بهذه البلوى كيف يستكون مقام الناس الناس يتلقفون عن المشاهير والمعروفين نسأل الله العافية فالناس يتكلمون وقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال ما علمت والله في أهلي إلا خيراً ثم تنازع الأنصار إلى بقية القصة والشاهد أيها الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى عائشة هنا أتى المحك فقال لها أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا ما أتىها من أول ما سمع حتى سأل وسأل الزوجات وسأل الأقارب وسأل الناس وسأل الجيران وسأل الخادمة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه قالت فلما قضى رسوله وسلم ما قالت تقول قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة يعني أتى وقت الجد الآن واجهها النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة فقلت لأبي أجيب عني رسول الله قالت لأبي بكر فقال والله ما أدري ما أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيب رسول الله فقالت والله ما أدري ما أجيب تقول فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم شهر كامل وصدقتم به ولكن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولن اعترفت لكم بأمر والله عز وجل يعلم أني بريئة تصدقوني وإني والله ما أجيب لي ولكم مثلا إلا ما كما قال أبو يوسف يقولون نست من شدة الموقف نست اسمه فصبر جميل والله المستعان على ما تسهل تقول عائشة رضي الله عنها ثم تحولت فاتجعت على فراشي قلت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي نتلا تقول ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر نتلا ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا ورؤيا الأنبياء حق يبرئني الله فيها قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا تقول فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسا من مجلسا ولا خرج من أهل البيت أحد حتى إنسى الله على نبيه قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها قال أبشر يا عائشة أما الله فقد برأت فأنزل الله فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عشر آيات فأنزل الله هذه الآيات براءتي وطويت وطويت هذه الصفحة بآيات عشر ببراءة ببراءة عائشة رضي الله عنها تتلى إلى يوم القيامة فأين هؤلاء الروافض الذين يقعون في عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ويطعنون في عرضها وقد نزل فيها ما نزل جازاهم الله بما يستحقون ولذلك قال العلماء أجمعوا على كفر من رمى عائشة الزنا أجمعوا على كفره لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن وفي بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قولان لأهل العلم منهم من ألحقها بعائشة ومنهم من جعلها خاصة والصحيح أنها أنهن كعائشة رضي الله عنها كما قرر ذلك ابن كثير رحمه الله لعل قائلاً يقول تقول عائشة رضي الله عنها أنزل آيات عشرة براءتي ونحن إذا قرأنا سورة النور وجدنا أن القصة التي تتكلم عن حاجة تتلئف ستة عشرة آية فما الجمع؟ قال ابن عطية رحمه الله في الجواب عن هذا الإشكال الآيات التي نزلت في عائشة وما اتصل بذلك من أمر في إفك ستة عشرة آية من الآية الحادي عشر إلى الآية الستة وعشرين فكأن عائشة عائشة عدت ما اختصت بها وهي عشر آيات والتي أنزلت مباشرة في براءتها مما رميت به ثم قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح ابن خالته أبداً وكان ينفق عليه فأنزل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم بقية الآيات فالآيات التي نزلت في حادثة الإفك أيها الإخوة هي ستة عشرة آية وقول عائشة عشر آيات تقصد ما اختصت هي بها أي التي تحدثت عن براءتها نعود بعد سرد هذه القصة أيها الإخوة إلى تفسير الآيات وقد اختلف قبل ذلك المؤرخون في تاريخ هذه الغزوة فقيل سنة ست وقيل خمس وقيل أربع وهو الراجع وفائدة هذه فائدة يعني تحديد تاريخ هذه الغزوة كما سيأتيكم إن شاء الله في سورة الأحزاب عند الحديث عن الحجاب لأنها نصت عائشة رضي الله عنها وكان يعرفني قبل أن تنزل آيات الحجاب معناها أنها نزلت قبل ومعنى أن آية الحجاب نزلت متقدمة قال الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإثك الإثك هو قلب الحقائق عن حالها بالأقوال وصرفها عن جهة الصواب وبذلك شبها الكذب كما قال ابن عطية أي بالكذب والبهت والإثتراء عصبة أي جماعة وهم ما بين العشرة إلى الأربعين من 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 المخاطبين لا تحسبوه شرًا لكم الله أكبر هذه البشارة قضية كبرى أشغالة الرأي العام شهرًا كاملًا يقول الله سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرًا لكم أي آل أبا بكر بل هو خيرٌ لكم أي في الدنيا والآخرة لسان الصدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم المؤمنين حيث برأها من فوق سبع سماوات ولهذا لما دخل عليها بن عباس وهي في سياق الموت في اللحظات الحرجة ما الذي كان يريد أن يرجي عائشة به فقال أبشري يا عائشة فإنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبك ولم يتزوج بكرًا غيرك هذه كلها مقدمات والشاد ونزلت براءتك من السماء ونزلت براءتك من السماء قال الله سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم أي من هؤلاء الذين تكلموا في هذه القصة ورموا أم المؤمنين عائشة بشيء من الفاحسة لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثن أي نصيب عظيم من العذاب واكتسب مستعملة في الشر والمآثم لأنها تدل على اعتمال وقصد كما أن كسب قد تستعمل في الخير وقد تستعمل كسب في الأمرين أما اكتسب فإنها تستعمل في الشر والذي تولى كبره قال المفسرون الضمين في كبره يعود إلى ماذا يعود إلى معناه والذي تولى كبره أي ابتدأ به يعني الذي تكلم به بداية وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه لأن واحد ربما يتكلم بالكلمة ويلقيها يتلقفها أصحاب الأقاويل وأصحاب الإذاعات فينشرونها بين الناس أيهما أصح الذي ابتدأ به أو الذي أشاعه كلا الأمرين من بدأ به له عذاب عظيم ومن تكلم به وأشاعه له عذاب عظيم أي على ذلك وأكثر أهل العلم على أن المراد بذلك هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وقال بعض عهل العلم إن الذي تولى كبره المراد به حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن علق ابن كثير عليه بقوله وهو قول غريب يقول ولولا أنه قد وقع ذكره في صحيح البخاري ما يدل على ذلك لما كان لإراده كبير فائدة فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب وقد وقع في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت وأي عذاب أشد من العمى تقصد حسان ابن ثابت لكن أكثر أهل العلم رحمه الله يرون أن الذي تولى كبرة هو عبد الله وإراد حسان قول غريب وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قذف ليس كذلك وليس قذف عادي فحد النبي صلى الله عليه وسلم حسان وحملة بنت جحش ومصطح كفارة لهم ولم يذكر أنه قد حد عبد الله بن أبي فقال من بعض العلماء السبب في عدم حده عبد الله وهو الذي تولى كبرة أنه من المنافقين وأن الحدود كفارات ولا يمكن أن يكفر النفاق ما رأيكم بهذا الكلام صحيح أنا أقول ضعيف ليش لأن المنافق يا أخواني تجري عليها حكام الإسلام لأنه هو يبطن النفاق وإلا سمي المنافق لماذا لأنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام فتجري عليها إحكام الإسلام لكن العلماء قالوا إن عبد الله كان رجلا ذكيا فلم يقذف صراحة وإنما كان لم يقذف القذف الذي يوجب الحد ولذلك وصفه القرآن بالذي تولى كبرة لكنه لم يقذف صراحة كان يجمعه ويستوشيه دون أن يتكلم به وقد نص على ذلك عروة ابن الزبير يقول كان عبد الله بن عبي ذكير يعني هو رمى هذا السهم فتلقفه أصحاب الأقاويل وتكلموا به لكنه هو يعلم أنه لا يستطيع أن يتكلم صراحة يعلم أن حقيقة الأمر أنه كذب وبهتاد وبالتالي فهو لم يتكلم به صراحة وهذا لعله الأقرى وإلا لو تكلم وقذف عبد الله بن أبي لحدك بغيره ولذلك جاء لفظ القرآن بقوله والذي تولى كبره ولم يقل والذي قذف يعني يعني جمعه واستوشاه وتكلم به وأشار به لكنه لم يقذف صراحة وقد يكون هذا أخطر ممن يقذف أخطر ممن يقذف صراحة بهذه الآيات نقول قد انتهينا من هذا المجلس ونستأنف إن شاء الله المجلس القادم عند قوله سبحانه وتعالى لو لا إذ سمعتموه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك